الوزير الأول يترأس بمباني الوزارة الأولى اجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة بتحسين مناخ الأعمال اقتتام دورة البرلمانية العادية الأولى لسنة 2018-2019 ورئيس الجمعية يدعو النواب إلى الإسهام في إرساء ثقافة السن والوئام بين كافة مكونات المجتمع المشاركون في المراجعة السنوية المشتركة البرنامج الوطني لتنمية القطاع التربوي يصدرون جملة من التوصيات الهادفة إلى الرفع من أداء البرنامج طيب الله وأوقاتكم بكل خير مشاهدنا الكرام ترأس الوزير الأول السيد محمد سالم للبشير صباح اليوم بقاعة الاجتماعات بالوزارة الأولى في نواكشوط اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بتحسين مناخ الأعمال ترجمة نانسي قنقر علق عدد من أعضاء الحكومة في مؤتمر صحفي مساء أمسي على نتائج اجتماع الحكومة الأخير التقرير التالي يلخص ما جاء في هذا المؤتمر الصحفي خلال المؤتمر الصحفي للحكومة علق وزير الثقافة وصناعات التقليدية والعلاقات مع البرنامج الناطق رسمه باسم الحكومة الأستاذ سيد محمد المحم ووزير الوظيفة العمومية والعمل والتشغيل وعصرانة الدارة سيد سيدنا عالي المحمد خونة على نتائج اجتماع مجلس الوزراء وأوضح وزير الثقافة وصناعات التقليدية والعلاقات مع البرنامج أن المجلس ترسى وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسم والبيانات من بينها مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية رقم 143 حول الهجرة في ظروف تعسفية وتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة للعمال والمهاجرين المصادق عليها خلال الدورة الستين لمؤتمر العمل الدولي بتاريخ الرابع والعشرين يونيو الف وتسعمائة وخمسة وسبعين كما درس المجلس وصادق على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية رقم 144 حول المشاورات الثلاثية لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية المصادق عليها خلال الدورة الستين للمؤتمر الدولي للشغل بتاريخ الحدي والعشرين يوليو الف وتسعمائة وستة وسبعين إضافة إلى بيان حول مشروع مراجعة المنظومة القانونية للتراث الثقافي وبدوره أوضح وزير الوظيفة العممية والعمل وتشغيل وعصرنة الإدارة في شرحه لمشروع القانون المتعلق بالاتفاقية رقم 143 حول الهجرة في ظروف تعسفية أن هذه الاتفاقية الدولية قد سبقت المصادقة على مضمونها من خلال الاتفاقية الاممية حول حماية العمال المهاجرين وأسرهم سنة 2007 مضيفا أنها تنسجم تماما مع سياسة الحكومة المجسدة لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد العبد العزيز القائمة على الحوار والتشاور صادقة مجلس الوزراء على اتفاقيتين دوليتين للعمل تتعلق الأولى بحماية العمال المهاجرين وهي الاتفاقية 143 التي سبق لنا المصادقة على مضمونها من خلال الاتفاقية الأممية حول حماية العمال المهاجرين وأسرهم سنة 2007 أما الثانية فتتعلق بالمشاورات الثلاثية بين الحكومة وارباب العمل والعمال لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية وهي الاتفاقية 144 وهو الأمر الذي يستجم تماما مع سياسة الحكومة المجسدة لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد العبد العزيز القائمة على الحوار والتشاور وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان النطق الرسمي باسم الحكومة أوضح مختلف جوانب البيان الذي قدمه خلال اجتماع بجلس الوزراء مضيفا أنه يأتي في إطار جهود بلادنا في تثمين تراثنا الثقافية قدمت وزارة الثقافة اليوم بيان حول هذه النواقص الملاحظة في منظومة التراث الثقافي بهدف مراجعة هذا القانون لسد الثغرات الموجودة فيه ومن ضمنها النقص الحاصل فيما يتعلق بحماية المواقع والمعالم والمجموعات التاريخية ومن ضمنها أيضا عدم وجود مواد متعلقة بعلم الآثار الوقائي وأيضا عدم وجود مواد تتعلق بتنظيم وتسيير المتاحف ومكتبات المخطوطات الاهلية بالإضافة إلى عدم وجود مواد متعلقة بالتراث اللامادي وقد رد وزير الوظيفة العمومية والعمل والتشغيل وعصرانة الإدارة على أسئلة الصحفيين المتعلقة بالاتفاقيتين المتعلقتين بمجال العمل والتشغيل فيما رد وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان أن أضيق رسمي باسم الحكومة على بقية أسئلة الصحفيين اختتمت مساء أمس دورة البرلمانية العادية الأولى لسنة 2018-2019 وذلك بحضور عدد من أعضاء الحكومة وتميز حفل الاختتام بكلمة لرئيس الجمعية الوطنية دعا فيها النواب إلى الإسهام في أرساء تقافة السلم والوئام بين كافة مكونات المجتمع بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وعلى نبيه الكريم السادة الوزراء زملاء النواب سيداتي السادتي ها نحن نختتم دورتنا العادية الأولى لسنة 2018-2016 التي كانت أول دورة برلمانية في الإنابة التشريعية الحالية لقد شهدت هذه الدورة علاوة على مناقشة وإقرار قانون المالي الأصلي لعام 2019 مصادقة الغرفة على العديد من النصوص التي منحتمها ما تستحق من وقت وجهد دراسة وتمحيصاً في اجتماعات اللجان وتصويباً بالتعديل عند الاقتضاء ومناقشة وتصويتاً في الجلسات العلينية في المجال المالي صادقنا على مشروع قانون المالي المعدل لسنة 2018 ومشروعي قانونين يتضمنان التسوية النهائية لميزانيتي 2016-2017 إضافةً لنص سيساهم دون شك في تطوير النظام المحاسبي للبنك المركزي الموريتاني وتعزيز استقلاليته أما اقتصادياً فقد قررنا نصوصاً مهمة ينتظر أن تعود بالنفع على وطننا لعل من أبرزها مشروع القانون الذي يترجم صدق الإرادة المشتركة لبلادنا وجارتها السنغال لأن يوسع استغلال احتياطات حقل تورتو أحميم الكبير من نطاق مشتركات البلدين التي فرضتها روابط القربة وأحداث التاريخ وحقائق الجغرافيا واليوم تأتي الثروة المشتركة لتعززها أكثر فأكثر كما صدقنا على اتفاقيات تعكس بجلاء حجم وفعاليات الحضور الدبلوماسي المتنامي لبلادنا في الساحة الدولية والذي بلغ في السنوات الأخيرة مستوى غير مسبوء يشكل مفخر لنا جميعاً وقد بلغ العمل البرلماني خلال هذه الدورة ذربته بتفعيل مقتضيات المادة 42 جديدة من الدستور التي تشكل تطوراً مشهوداً لمنظومتنا القانونية وترصيخاً مؤكداً لممارستنا الديمقراطية وهكذا منحت جمعيتنا الموقرة ذقتها للحكومة المعينة على أساس البرنامج الذي التزمت بمسؤوليتها عنه السادة الوزراء زملاء النواب لم تكن الدبلوماسية البرلمانية بمنأنه عن نشاطنا فقد استقبلنا العديد من الوفود البرلمانية الأجنبية والبعثات الدبلوماسية المعتمدة في بلادنا كما شاركنا بهمة عالية في فعاليات مؤتمرات برلمانية جهوبية ودولية أيها السادة النواب إنكم لا شك تدركون أن الديمقراطية هي بالأساس ذقافة وممارسة وتراكم واعتراف بالآخر وقدرة على تدوير الزوايا وإدارة الاختلافات إن عليكم الإسهام بجهدكم كمنتخبين وشخصيات مرجعية مؤثرة بإرصاء ذقافة السلم والوئام بين كل مكونات مجتمعنا وكم من دولة كانت أقوى عسكرياً واقتصادياً قياساً بدولتنا الفتية انهارت وفشلت بسبب انهيار السلم الأهلي فيها نتيجة الجري وراء سراب إمكانية الوصول إلى أعلى درجات السلم قبل المرور بالعتبات الأولى إن لكم دوراً بالغ الأهمية في إفشاء الثقافة الديمقراطية في المجتمع وإشاءة قيم ومثل الإخاء والتسامح وقبول الآخر وهي قيم حث عليها ديننا الحنيف وتعايش باحترامها الموريتانيون عبر القرون مما يؤكد أن أساليب ومفاهيم الكراهية والعنف والتطرف ظلت غريب على مجتمعنا عبر تاريخه ولن يقبل بوجودها اليوم حيث لا مكان إلا للإخاء والانسجام والتضامن أيها ساد النواب إن مهمتنا التي انتخبنا الشعب لأدائها هي مهمة سامية ونبيلة تقوم على خدمة الشعب بطرح مشاكله وإدارة العملية التشريعية ومراقبة العمل الحكومي وفق ما خولنا القانون وهي مهمة أسمى بطبعها من الشخصنا وتصفية الحسابات وإن علاقتنا بالحكومة يجب أن يطبعها الانسجام بين سلطتين تقضي القوانين والأعراف الديمقراطية بضرورة تعاونها وتكاملها خدمة للصالح العام ويجب أن نستحضر دائماً أن المساس بالأشخاص وعراضهم دون دليل بغض النظر عن كونه فعلاً يجرمه القانون ويفتح على صاحبه أبواب المتابعة القانونية وهو كذلك وهو الأخطر يترك جراحاً قد لا تندمل في حياة أطفال وأسر أبرياء ويشيع ذقافة التنابز والتخوين فعلنا أيها النواب أن نبتعد عن أساليب الاتهام دون دليل وأن نبتعد أكثر عن المساس برموز الدولة ومرجعيتها لكونها تستند إلى نفس الشرعية التي نستند إليها وهي إرادة الناخب الموريتاني الذي منه نستمد مبرر وجودنا هنا تحت هذه القبة الموقرة وعلن التعاطي مع أعضاء الحكومة بتقدير واحترام باعتبارهم مكلفين بعمل عمومي وأن تظل القوانين والنظم والأعراف الديمقراطية النبيلة هي الحكم بالعلاقة بين النائب والوزير بعيداً عن المهاترات العقيمة والاتهامات التي لا يعززها أي دليل وعلى الوزراء كذلك أن يدركوا أنهم ملزمون باحترام وتقدير نواب الشعب صاحب السيادة وأن يعلموا أن التعاطي بإيجابية مع المشرعين بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية ومواقعهم السياسية أغلبية كانوا أو معارضة هو أفضل طريق إلى نجاح البرنامج الحكومي الذي لن يتأتى إلا في مناخ من الانسجام والتفاهم والتكامل بين الحكومة والبرلمان إن الديمقراطية تفرض وجود أغلبية تحكم ومعارضة تراقب وتقترح فعلينا أن نتعاون على خلق جو ملائم لتأدية كل منا لدوره بأمانة واحترام للآخر وفي الأخير أتمنى لكم عطلة برلمانية سعيدة وأعلنوا على بركة الله اختتام الدور البرلمانية العادية الأولى لسنة 2018-2019 طبقاً للمادة 52 من الدستور والمادة 56 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكانت الجمعية الوطنية قد صادقت في جلسة علنية عقدتها أمس برئاسة السيد بيتجل والهميد نائب الأول لرئيس الجمعية على مشروع قانون يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقد مثلت الحكومة في هذه الجلسة من قبل وزير العدري محاطاً ببعض معاونه خصصت هذه الجلسة العلنية للجمعية الوطنية التي ترأسها نائب رئيس الجمعية النائب بيتجل والهميد لمناقشة مشروع قانون يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الجلسة استهلت بتقديم تقرير دجنة العدري والداخلية والدفاع حول دراسة مشروع القانون المعروض للنقاش والذي يقع في ستين مادة تحدد مختلف أنواع جرائم قسل الأموال والتزامات المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية في إطار مكافحة قسل الأموال وتمويل الإرهاب والضوابط الرقابية التي يجب توفرها لمحاربة هذه الجرائم السادة نوابوه ناقشوا مشروع القانون وأبدوا ملاحظاتهم عليه مذمنين في مداخلاتهم ما تضمنه من تحسينات ترتقي بالتشريع الداخلي لمواكبة التطورات الدولية بغيتها ضمان فعالية أكبر لمواجهتها تين ظاهرتين التي تؤرقان المحيطة الإقليمية والدولي وقد طالب النواب باتخاذ لجراءة الكفلة للتأكد من مطابقة مشاريع القوانون المواجهة للبرلمان للشريعة الإسلامية سواء كان ذلك على مستولي أداد أو بعد إحالتها إلى الجمعية الوطنية داعنا بهذا النطاق إلى منح الوقت الكافي للدراسة المعمقة للنصوص المقدمة خصوصا تلك المرتبطة منها بحرية المواطنين وزير العدل السيد جام مختار مالل رد على مختلف الملاحظات واللسدة التي تقدم بها السادة نواب مقدما عرضا مفصلا عن مشروع القانون موضحا أنه يأتي ضمن سياق عالمي يطبعه انتشار جرائم قسل الأموال وتمويل الإرهاب مؤكدا أن موريتانيا كانت سباقة في اتخاذ الآليات الكفلة بحماية الدولة والمجتمع من خطر هاتين الآفتين حيث أنشات وحدة للتحريات المالية ولجنة وطنية لمكافحة قسل أموال وتمويل الإرهاب مضيفا أن هذه الآليات تتطلب التحيين والتطوير من حين لآخر وهو ما يستوجب يقول الوزير إجراءة عديلات جوهرية في الترصانة التشريعية السارية من أجل الاتزام بمتطلبات المعايير الدولية الأمر الذي من شأنه أن انعكس بشكل إيجابي على تقييم البلاد في مجال مكافحة قسل الأموال وتمويل الإرهاب وفي نهاية هذه الجلسة العنالية صدقها السادة النواب على مشروع القانون المعروض للنقاش كما صدقت الجمعية الوطنية كذلك على التعديلات التي أدخلتها لجنة العدل والداخلية والدفاع على المواد الأولى والسابعة والخمسين والثامنة والخمسين من مشروع القانون الهادفة في مجمدها إلى توضيح المقتضيات الواردة في هذه المواد أنهى المشاركون في أعمال المراجعة السنوية المشتركة البرنامج الوطني لتنمية القطاع التربوي التي التأمت في نواقشوط أنهوا أعمالهم باتخاذ جملة من التوصيات الهامة وتشمل هذه التوصيات وضع حصيلة لتنفيذ البرنامج فضلا عن تقييم أدائه على أساس الأنشطة المنجزة وتحليل مؤشرات التقدم في تحقيق الأهداف اختتام أعمال المراجعة السنوية المشتركة التي ينظمها البرنامج الوطني لتنمية قطاع التهذيب التابع لوزارة الاقتصاد والمالية تم خلالها التأكيد على أهمية هذه المراجعة التي مكنت من متابعة أهم ما تم إنجازه من طرف هذا البرنامج الذي يقوم بأدوار هامة تساهم في تطوير قطاع التهذيب الوطني تعتبر المراجعة السنوية المشتركة للبرنامج الوطني لتنمية القطاع التربوي عادة جارية اعتمدت في تسيري هذا البرنامج منذ بدايته وتمشيا مع هذه العادة فقد استدعيتم منذ بداية الأسبوع للمشاركة في المراجعة الخاصة بسنة 2012 والتي استمرت من الـ 22 يناير إلى غاية الجمعة الثالث في فبراير 2019 أيها السادة والسيدات لا يسعوني هنا إذا أن أذن من هذه النتاج التي توصلتم إليها من خلال نقاشاتكم الجادة والتي تتقيد بمضامي اتفاقيات التمويل وتنسجم مع التوجهات السامية لفقامة رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز وتندرجه في برنامج حكومة معالي الوزير الأول المهندس محمد سالون بشير ممثل منظمة اليونسيف سيد هيرف برسل أكد في مداخلته استعداد المنظمة للتعاون مع البرنامج الوطني لتنمية قطاع التهذيب في مختلف مجالات تدخله مذكرا بشهود اليونسيف في دعم قطاع التهذيب الوطني خصوصا في الشانب الفني وعلى مدى ثلاثة أيام تابع المشاركون في هذه الورشة العديد من العروض التي بيّنت الدورة المحورية الذي يقوم به البرنامج الوطني لتنمية قطاع التهذيب ومجالات تدخله وبرامجه وخططه المستقبلية اختتمت صباحا بل صباحا اليوم في العاصمة اشغال ورشة فنية منظمة من طرف الوكالة الافريقية للسوري الأخضر الكبير وبإشراف من وزارة البيئة والتنمية المستدامة وخرج المشاركون بتوصيات هام ما تسعى إلى تحسين ظروف الساكنة في المناطق الجافة وشبه الجافة داخل دول الصحراء أسدل الستار على أشعر الورشة الفنية المنظمة من طرف الوكالة الافريقية للسوري الأخضر الكبير وبإشراف من وزارة البيئة والتنمية المستدامة فعلى مدى هذا اللقاء الفني تبادل ومثل الدول المشاركة أهم الخبرات والمعارف التي من شانها أن تطور من أداء الوكالة وتعزز من قدرات الفاعلين في مجال مكافحة التصحر يسعدني أن أكون معكم اليوم بمناسبة اختتام أعمال ورشتكم هذه والمتعلقة بمشروعي العمل ضد التصحر تحت عنوان تقويم وتخطيط النشاطات التأهيلية حصيلة التحديات والنجاحات ومشروع إعادة التأهيل والمداخل والتنمية وتوفير النظم البيئية مكونة موريتانيا والممول من طرف دولة تركيا الصديقة لثلاث دول أعضاء في الوكال الإقليم لسؤول الأخضر الكبير وهي موريتانيا والسودان وإيريتاريا وبعد ثلاثة أيام من النقاش والعمل البناء قد توصلتم إلى النتائج المرجوة من هذه الورشة كما لا يساورني أي شك على أن مشروع برج الذي تستفيد منه ولايتي ترارزا والبراكنا سيكون فاتحة خير لساكنة هاتين الولايتين المنسق الدولي لمشروع العمل ضد التصحر لدى المنظمة العالمية لاغية والزراعة والمدير العلمي والفني الوكالة الإقليمية للسور الأخضر الكبير على التواري المختار سكانديا وجقلو أشار في مداخلتيهما إلى أهمية المواضيع التي تم تطرق إليها في هذه الورشة الفنية والتي ستساهم للمحالة في رسم استراتيجيات تنموية تخدم شعوب ودول المنطقة وطالبا بضرورة أخذ توصيات الصادرة بعين الاعتبار ضمانا للتنمية المستدامة في الدول المعنية وباسم المشاركين أهنأ ممثل دولة مالي السيد إبراهيم آغ سينديبلا السلطات العليا في البلاد على ما قيم به من إنجازات في مجال مكافحة التصحر شاكرين المنظمين لهذه الورشة الفنية التي سيكون لها الأذر الإيجابي على مستقبل بلدان المنطقة من جانبهم المشاركون الفنيون من الجزائر ونيجيريا والسنغال ومالي أعربوا عن شكرهم للوكالة الإقليمية للسور الأخضر الكبير على تنظيم هذا اللقاء الفني الإقليمي والذي تميزه بطرح الأفكار والنقاشات البناءة منوهين باستضافة موريتانيا لهذه التلاهورة العلمية والفنية التي خرجت بتوصيات هامة ستساهم في وضع استراتيجيات متعددة الأبعاد خدمة للشعوب والدول المنضوية تحت لواء هذه الوكالة الإقليمية الرائدة نبقى دائما في المجال البيئي حيث التامت بقاعة العروض بالمدحف الوطني مساء أمس فعالية المسابقة المدرسية المنظمة حول دور المؤسسات التربوية في المحافظة على البيئة وتنظم هذه المسابقة من قبل قطاعي البيئة وتنمية المستدامة والتهديب الوطني وتكوين المهني بالتعاون مع وكالة تعاون الألماني جائزة دعم للجهود المبذولة من طرف الدولة للمحافظة على البيئة في بلدنا نظمت وزارة البيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع وزارة التهديب الوطني والتكوين المهني وبالتنسيق مع التعاون الألماني في نواكشوت هذه المسابقة المدرسية التي حملت شعار إعادة تدوير وتسير النفايات وتهديف هذه المسابقة التي عرفت مشاركة ست إعداديات في العاصمة نواكشوت إلى إتاحة الفرصة لمؤسسة تربوية المترشحة لتقدم كل مؤسسة في عرض فني أو مسرحي مشروعا تخترح فيه برنامجا يعزز جهود الدولة في الحفاظ على البيئة الموضوع يتعلق بإعادة تدوير النفايات كل مؤسسة من هذه المؤسسات ستتقدم بعرض وهذا العرض سيتم تقويمه من طرف هذه اللجنة وسيكون هناك أقصى ما يكون من الشفافية في التعامل مع جميع هذه العروض بدءا بالوقت ومرورا بالمحتوى وانتهاءا بالتوقيت هل هذا العرض يحترم التوقيت أم لا المتحدث باسم التعامل الألماني سيد هرمان فان بومين منسق الأشطة المتعلقة بالبيئة تحدث بالمناسبة عن طبيعة هذه المسابقة والنتائج المتوخات منها وبعد أن تابع الحضور فقرات هذه المسابقة التي شاركت في إنعاشها جمعية الكشافة والفضاء الثقافي تم الإعلان عن الفايزين حيث فازت إعدادية الامتياز الغنين بالمشروع الأول وجاءت في المرتبة الثانية إعدادية التجنين بينما فازت إعدادية باوباب بالدرجة الثالثة وقد أعلنت الجهات المنظمة استعداد التعاون الألماني عن تقديم دعم معنوي ومادي لصالح المشاريع الثلاثة الفائزة في هذه المسابقة إلى ولاية داخلة نواذبو حيث انطلقت صباحا اليوم في مدينة نواذبو خدمات تشغيل الشباك المتجول للوكالة الوطنية لتركية وتشغيل الشباب لفائدة الباحثين عن فرص التشغيل على المستوى الشهوي ويهتف هذا المشروع إلى دعم البهارات المهنية للشباب الموريتاني بصفة عامة وخرج المحاضر بصفة خاصة من خلال تكوين المهن والدمج وتركية روح المقاولة والمبادرة والقيادة تتبوأ التركية وتشغيل الشباب وأحل الإشكاليات المرتبطة بالحد من البطالة محورا أساسيا في برنامج الهيئة العمومية المكلفة بتنفيذ السياسة الوطنية للشغل على المستوى الوطني من هنا تأتي احتفالية انطلاقة الشباك المتجول على مستوى وكالة وذيبو في إطار مهمة توفير الظروف المذلة لضمان مرافقة الباحثين عن العمل ودمجهم في الحياة النشطة ضمن مشروع تمكين الشباب الموريتاني من فرص العمل المنفذ بالتعاون بين الوكالة والمنظمة الدورية للهجرة إن الشباك المتجول الذي نحن بصدد إطلاقه اليوم يسعى إلى تحقي الأهداف التالية تقريب الخدمات من المستفيدين المشروع الأملي وتسجيلهم على قاعدة بيانات وساطة التشغيل الخاصة بالوكالة تشخص احتياجات المؤسسات والشركات وتلبيتها التحسيس حول أهمية المقاولة النسوية تثقف المتدربين حول المهن الجديدة والتكونات المتوفرة وتوجيههم نحو المؤسسات المناسبة لتكوينهم ومواكبة أولئك الذين سيختارون التشغيل الذاتي من خلال تكوينات في إنشاء وتسهيل المؤسسات الخفيرة والمتوسطة والبحث عن التمويلات اللازمة لمشارئهم تنظيم دورات تكوينية في تقنيات البحث عن العمل بأجر وتوفير كافة المعلومات المتعلقة بمشروع الأملي لجمهور الوكالة من جانبه ممثل المنظمة الدورية للهجرة السيد جبريل يورو كادو أكد أهمية المشروع في الحد من ظاهرة البطالة من خلال تعزيز منظومة العمل بواسطة الشباك المتجول وأشار إلى أهمية برامج التكوين التي أطلقتها الوكالة خاصة ما يتعلقه بطلاب المحاضر في مجال الصيد البحري عرضا بعد ذلك تناول التعريف بوكالة التشغيل والمهام المسندة إليها في إطار برامجها المنفذة في مجالات التشغيل الذاتي وتنمية الكفاءات والتوظيف ودور مرصة الشغل الوكالة الرسمية تجول داخل أقسام الوكالة المحلية حيث قدمت له شروح عن طبيعة المهام خاصة بعد اعتماد تقنية شباك الجوال الذي سيشكل إضافة نوعية لمنظومة عمل الوكالة على مستوى العاصمة الاقتصادية اختتمت اليوم في نوعكشوت الدورة التدريبية المنظمة بتعاون بين رابطة صحفيين الموريتانيين والاتحاد العام للصحفيين العرب لفائدة عدد من الصحفيين من موريتانيا وبعض الدول العربية الأخرى وقد نظمت هذه الدورة نظمت على هامش اجتماع لجنة الدائمة للحريات بالاتحاد العام للصحفيين العرب لاستضافته رابطة الصحفيين الموريتانيين بن واقشوت اختتم الدورة التدريبية حول أخلاقيات المهنة الصحفية في الوطن العربي المنظمة من طرف رابطة الصحفيين الموريتانيين بتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين العرب لفائدة العديد من الصحفيين الذين يمثلون مختلف وسائل الإعلام العمومية والخصوصية في البلاد شكلت فرصة للتذكير بالأدوار البارزة التي يقوم بها الإعلام وإبراز سياسات بلادنا في هذا المجال يو الحضور الكريم يشكي الإعلام لبنى أساسية في تنمية البلدان ووعيا من فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد العبد العزيز بهذا الدور فقد تم إنشاء صدوق لدعم الصحافة وفتح المجال رحبا للحرية الإعلامية لمنعكس إجابا على الساحة الإعلامية حيث القنوات الفضائية والإلاعات الحرة المستقلة والصحف والمواقع الإلكترونية رئيس رابطة الصحافيين الموريتانيين أكد في مداخلته بالمناسبة أن هذا التكوين يدخل في إطار الاهتمام بالعملية الاتصالية في وقتنا الراهن لقد تكلل هذا الأسبوع بنشاطات مهمة جدا اجتماع لجنة الحريات ثم الندوة حول الحريات الصحافية في العالم العربي موريتانيا نمو لجن ثم بعد ذلك هذا التكوين الذي كل له أيضا الآن بشهادات تقديرية للمشاركين فيه رئيس لجنة التدريب بالاتحاد العام للصحافيين العرب هنأ المشاركين في الدورة مهمنا ما تحققه في موريتانيا من إجازات في المرحلة الأخيرة في ختام هذه الدورة التي تأتي ضمن إنجاز لجنة التدريب بالتحاد الصحافيين العرب ورابطة صحفين الموريتانية نود أن نشكر جميع من شارك في هذه الدورة من الصحفين الموريتانيين والصحفيات وأتميز اختتام هذا الحفل بتقديم الشهادات المشاركين في هذه الدورة من مختلف المؤسسات الإعلامية في البلاد ننتقل الآن إلى ولاية العصابة وتحديدا مقاطعة باركيو الحيث تتدخل وكارة تضامن منذ سنوات ببناء وتشهيد منشآت حيوية ضرورية لصالح سكان مثلذ الأمل نتابع في مايلي تقريرا للمختار بابا واللحمة دوح للمركز الصحي الذي أنجزت وكارة تضامن في بلدية الغبرى ضمن الأولويات التي ركست عليها وكالة التضامن في إطار تدخلاتها الميدانية الهاتف إلى سد النقص الذي كان ملحوظا في الخدمة العمية المقدمة لفائدة المواطنين الأقل دخلا في مثلث الأمل كانت المراكز الصحية من أهم النماذج التنموية التي لامست حياة المواطنين بشكل مباشر المركز الصحي في الغبرى يقدم جميع الخدمة الطبية التي كانت عصية على سكان المنطقة المركز الصحي تم تدشينه يوم 2020 دجمبر 2016 بالحقيقة كنت هنا في علم الحاجل ونقوم هنا بعدد أعمال فيها الاستشارة الخارجية والاستشارة النساء والطهولة والأموه والتلقيح المطقة الأول مضروح على مشكلة النقل ومشكلة أمبيرانس وهنا الرابع من الحالات مستعجلة ومحريجة للغارية ويجمع 10 كيلوات و15 كامل يجيون هنا استفاد من العلاجات الطبية ويجمع لوقات موحريجة ولكن بعدها وسيلة نقل وعلى ذلك مضرو موحري مزيد من الطاقة البشري هنا نشتغل في النهار نشتغل في الليل نشتغل في كل وقت وتراهن وكالة التضامن في استمرارية داخلاتها على مدى محافظة السكان المستهدفين على مثل هذه المنشآت الصحية الضورية في مناطق النائية الآن مشاهدنا الكرام نتوقف مع هذا الفاصل ثم نعود لنواصل هذه النشرة نشرة الأخبار على الموليتانية في حلة جديدة فقرات إخبارية عديدة طوال اليوم تغييرات في مواعيد المواجز والنشرة الإخبارية المجز الإخباري على تمام الساعة الحادية عشرة نشرة الظاهرة الساعة الواحدة زوالا موعدان إخباريان على تمام الساعتين الثالثة والخامسة بعد الظهر مسائية الموريتانية تبدأ من الساعة السابعة مساء إلى غاية العشرة قبل منتصف الليل النشرة الثقافية على تمام الساعة السابعة نشرة الأخبار بالفرنسية على تمام الساعة السابعة وعشرين دقيقة نشرة الأخبار بالف deployment السنوقية الولفية الساعة السابعة وثلاثون دقيقة النشرة الرئيسة في موعدها على تمام الساعة الثامنة النشرة الرياضية على تمام الساعة التاسعة النشرة الرئيسة باللغة الفرنسية في موعدها المعهود التاسعة وثلاثين دقيقة مسائية الموريتانية تتضمن أيضا فقرة ضيف المسائية النشرة الأخيرة في موعدها منتصف الليل انتظروا مسائية الموريتانية قريبا على الشاشة إذن لآن تنضم إلينا الغالية من تعمر شين لتقدم لكم أخبار الاقتصاد مساء الخير مشاهدين الكرام نبدأ هذه النشرة بعد الفصل مشاهدين الآن نترككم بأسأل إلى مشاهدة أسعار أهم العملات العالمية مقابل الأوقية حسب بيانات البنك المركزي الموريتاني أسرى إغلاق الحكومة الفيدرالية الأمريكية الذي سجلته الولايات المتحدة منذ فترة طويلة على الشركات الصغيرة في العاصمة واشنطن ورغم التأثيرات السلبية الناتجة عن الوضع المذكور لأن عربات الطعام في ساحة بارغوت بواشنطن لا تزال تستقبل زبناءها القلائل بعد ساعة الغداء المتحمة وتقدم عددا من الوجبات السريعة للزبناء رغم بعض المصاعب التي يعبر عنها أصحاب هذه المحلات المختصة في بيع الغداء يشعر العديد من الناس الذين يعيشون على طول الحدود مع إيرلندا الشمالية بالقلق على شطتهم الاقتصادية إزاء الخوف من احتمال العودة إلى وضع الحدود الصعبة مع جمهورية إيرلندا إذا ما سار سيناريو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاف يبتي العديد من المواطنين على طول هذه الحدود بعض المخاوف من عودة التوتر إلى هذا الجزء من العالم كما كان قائما إلى سنة 1998 فيما يلن نتابع جديد أهم الأسماء والمؤشرات في الأسواق المالية العالمية ختام الجولة الاقتصادية عودة إلى بتمتل يدالي وباقي النشرة إلى اللقاء إذن ختام النشرة تذكروا بالعناوي الوزير الأول يترأس بمباني الوزارة الأولى اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بتحسين مناخ الأعمال اختتام الدورة البرلمانية العادية الأولى لسنة 2018-2019 ورئيس الجمعية يدعو النواب إلى الإسهام بإرساء ثقافة السن والويام بين كافة الكويلات المجتمع المشاركون في المراجعة السنوية المشتركة للبرنامج الوطني لتنمية القطاع التربوي يصدرون جملة من توصيات الهدفة إلى الرفع من أداء البرنامج بإمكانكم مشاهدنا الكرام متابعتنا والتواصل معنا عبر موقعنا على الانترنت وكذلك عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي إلى اللقاء نشرات الأخبار على الموليتانية في حلة جديدة فقرات إخبارية عديدة طوال اليوم تغييرات في مواعيد المواجز والنشرات الإخبارية الموجز الإخباري على تمام الساعة الحادية عشر نشرة الظاهرة الساعة الواحدة زولا موعداً إخبارياً على تمام الساعة الحادية